هذا وتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة خطواتها الوافقة نحو مستقبل زاهر بالمدجها المتطور والفريد وأسرارها على مواصلة المسيرة التنموية الشاملة يأتي ذلك بعدما حافظت الإمارات على نسقها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية من نافذة إطلاق مبادرات ومشاريع وطنية طموحة في مجالات متعددة غايتها تحيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة على مراحل تاريخية توالت في سنواتها مظاهر الإنجاز التي حلت على بدن كافة القطاعات الهامة وفي جميع أشكال العيش وأسلوب الحياة العصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبكل المعايير التنموية ضمن إطار يزيد ألقاً بتمسك الدولة بأصالتها وعراقتها وتاريخها التليد فإلى جانب ما تم تحقيقه في أكثر من نصف قرن من الزمان نجحت الإمارات في استقبال معرض إكسبو إلى جانب استحداثها لقرار توظيف المواطنين في القطاع الخاص عبر استيعاب ما يزيد على 75 ألف مواطن إضافة إلى الإعلان عن منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي وتخفيض وإلغاء بعض الرسوم المالية في دبي وإنشاء هيئة دبي الرقمية عطفاً على ذلك الإعلان عن افتتاح مشروعات بنية تحتية تنموية باستثمارات وصلت إلى مليار وتسعمائة مليون درهم إماراتي وغيرها الكثير وواصلت الإمارات خطواتها الواثقة نحو المستقبل الزاهر وشكلت في عام 2022 نموذجاً تنموياً فريداً بعدما حافظت على نسقها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية من نافذة إطلاق مبادرات ومشاريع وطنية طموحة في مجالات متعددة غايتها تحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة كما اعتمدت الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات تنوف عن 252 مليار درهم ناهيك عن اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وإنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي وإطلاق عدد من المبادرات الوطنية الفارقة مثل رؤية نحن الإمارات 2031 التي تضمنت مؤشرات وطنية تتمثل برفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة تريليونات درهم وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى ثمانمائة مليار درهم ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى أربعة تريليونات درهم ووضع الإمارات بين أفضل عشر دول عالميا في مؤشر التنمية البشرية ورفع مركز الدولة في مؤشر الأمن الغذائي لتكون ضمن أفضل عشر دول وتحقيق المركز الأول عالميا في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة إضافة إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أربعمائة وخمسين مليار درهم إماراتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر